مرحبا بكم من ملفات الحقائق الأربعة الجمعة هذه عودة على نوع من الجرائم اللي ربما مناش قاعدين نكيفوا فيه كما ينبغي نحكي على الحوادث القاتلة اللي تصير في الطرقات ولي تكيف على أساس وأنها قتل عن طريق الخطأ تفهموني مليح بالوضعية اللي مش نعرضها عليكم شوفوا معايا النصوص القانونية فصل 90 مجالة طرقات يعاقب مرتكب القتل على وجه الخطأ المنجر عن حادث مرور بالسجن خمسة سنوات وبخطيئة قدره كذا إذا كان السائق عند وقوع الحادث تحت تأثير حالة كحولية نمشي من بعد بشيقول الفصل 91 أنه إذا كان السائق يهرب فأن العقوبة يتم الترفيع فيها ولكن ما زلنا نحكيه على قتل عن طريق الخطأ تشوفوا في تحقيق الحقائق الأربع أنه فيما دول أخرى ما عادت تقول قتل عن طريق الخطأ شددت في العقوبة وأصبحت تعتبره قتل في الطرقات بالنسبة للناس اللي تكون شاربة وإلا مستهلكة مخدرات وتعمل جريمة قتل لأنه عارف روحه وهو يسوق في الكرهبة أنه ينجم يتسبب فيه كارثة كما لي صار بالضبط للزوز الشبيبة هذوم زوز الشبيبة ما زالوا كينجحوا في البكالوريا ليلة احتفالهم بنجاحهم بسليم حاجف رج ثمونتاش نسناء وصاحبه كيخوه يوسف السويسي والسوسي ثمونتاش نسناء الاثنين كانوا سهرين مع بعضهم احتفالاً بنجاحهم في البكالوريا الاثنين بش يتعرضوا لحادث مأساوي بش تضربهم كرهبة في الطريق شوفوا آثار هذا الضرب هذه السيارة اللي ضربت الولاد الاثنين الاثنين بش تهزهم وتنفضهم الضربة لولا بش تصير على البلار متاع الكرهبة والآثار اللي تشوفوا فيها هي آثار ريوس الاثنين متاع الولاد واحد يمنع والاخر لي وجيعة كبيرة عند العائلات اللي مش فاهمة كيفاش رغم هذا اليوم بالقانون النجم وما زلنا نحكيه على قتل عن طريق الخطأ الناس ربما كانت مستهلكة أشياء معينة وهي تقوم بهذه الحوادث الحقائق يفتح هذا الملف